الفنان سناء شافع من ابطال المسلسل مهمين جدا وطبعا فحورنا معاه اتكلم عن طرق لطفي ببطل المسلسل وكلمنا كمان عن دور مجدي اللي بيلعبه في المسلسل وهنا جمهور رتانا بشهر رمضان طارق انت لمست واحد من اعز تلمزتي طارق ادعي ان انا ربيته فنيا كويس يعني هو تعرف ان انا عندي دائما ابدا غير محايد في تلمزتي على الاطلاق حبهم كلهم كلهم يعني وربنا ناعم علي بحبي لتلمزتي لان انا طول عمري احب كمان ان تلميز يبقى شاطر ويبقى زاكي وطارق شاطر وزاكي طارق كمان سعى في تجربته الاحترافية ان ما يبقاش مش مكتهد زي الاخرين بياخد الموضوع بسزاجة او يتهيقلوا كده انه نجم فبريق انه جمية ياخدوا كالاخرين ايضا فيتهيقلهم انه هما اللي بيقولوا محدش بيقولوا فتبقى النتيجة انهم يبقوا في تسطيح شديد وما يعيشوش كتير الطارق متماسك بانه يبقى مبتهد انا بقدم فيه شخصية الحقيقة لما تعرضت علي قلت له انا اول مرة اعمل شخصية قريبة مني في الواقع هو اشتراكي صحفي بيشتغل بصحافة تقدمي عضو حزب يصير كبير واسق من ايدولوجيته واسق انها سوف تصل الى الناس وانها هتاخد وقت وانها هنفضل على طول في يقين مع صراع استغلال رأس المال هو طريق لطفي كان متجوز بنتي وحصل طلق وانفصال بينهم وبعض وحفيدي يبقى ابنه ومع ذلك لان ابوه كان بيروح معايا المعتقلات رايح جاي فتقريبا كده مربي يعني مربي الطريق لطفي كل سنة وحضرتكو طيبين وارجو ان انتو تشوفوا بعد البداية الى جانب النجوم الكبار في مجموعة من النجوم الشباب بيشاركوا في المسلسل ومنهم النجم الشاب نبيل عيسى اللي بيقدم شخصية هشام وهو الزابط في جهاز امني كبير وانسان غامض جدا نبيل كلمنا عن دوره بالتفصيل وحنعرف منه ايه حكاية الزابط هشام دور بتاعي دور واحد اسمه هشام الزابط وفي الاول المسلسل كده ما تعرفوش هو غامض شوية جدا لغاية ما تكتشفوا في الاخر اللي هو يعني بني ادم كويس في الاخر بس بيبقى يعني فيش شك عليه اكتر يعني شخصيته غامضة جدا محدش يعرف الراجل ده بيعمل ايه وشكين فيه في اول المسلسل وفاكرينه هو اللي عمل المصايب دي كلها لغاية ما يكتشفوا لا مش انا الكويس والتانين الوحشين بس انا السنة فاتت عملت زابط بس كوميدي برضو يعني السنة دي بقى زابط محترم شوية وطبعا كان لازم يكون لنا لقاء خاص مع المخرج الشاب احمد خالد مخرج المسلسل واتكلمنا معه عن مسلسل بعد البداية واللي بيعتبر العمل تاني ليه بعد مسلسل من الجاني وكلمنا كمان عن طريق لطفي ومفاجئات المسلسل تاني بروجيكت لايه بعد البداية طريق لطفي ودورة ووجينا وخالد سليم واستاذ فاول فشاوي ومعنى نجوم كتير تانية احمد اساس محمود الجاندي مش عزانس حد يعني احنا معنا اسامي الحمد الله اعتقد احنا مع وصلين لتركيبة كويسة وان شاء الله يعني بنحاول نعمل حاجة تبقى قوي يعني تنفس في الزحمة السنة دي ان شاء الله بإذن الله والله هو البروجيكت شوية يعني كان في صدفة شوية انا كنت قرأت الوقت ده من سنة كان ما كانش عليه اسامي اي حد يعني كنت قرأت بالصدفة كده كان عما اساميه عاطف كدب وكان لسه يعني ما سوقوش لحد وكنت قرأت وعجبني جدا وبعد كده ما كنتش أنا لسه يعني ما عافش جاهة الانتاج او ما كنتش احاكت قبل كده فما يعني ما توفقتش ان انا عملوه والواق راح خلاص يعني ومش راح عملت ماني الجاني مع يدنا الصعور بالصدفة يعني حصل الكلام الناس كيتعرف ان انا قريت الورق ففكروا فيا بعد ما شوفوا ماني الجاني ان البروجيك كان يعني عامل فيدباك الظريفة فجم كلموني وانا كنت قيل الوقت صحا كنت متحمس له جدا يعني اعتقد ده الوقت الوحيد اللي كنت قده اخشه السنة دي لان انت عافل زوف انك تقدر تحضر وتبقى مزاكية شغلانه مظبوط لان الوقت المعانا صعبة جدا واعتقد الناس شافت ده في البرومو عندنا كمية اكشن كبيرة ممثلين كتير سوسبنس الوكيشن كلها ما عندناش ديكورات تقريبا يعني فالحمدلله الحمدلله يعني الصدفة كانت في صالحي والله هوا انا ببص انا بقول لك زي ما لما جيت كان طرق موجود واللوق موجود اعتقد انا دم الحاجات اللي حمسيتني جدا ان اعملواها لان الوقت جدا لايك جدا على طرق لانه هو الفكه ان هو بني قدم طبيعي ما هواش يعني فكهة وده بتالي ما تعملش عندنا قبل كده فكهة انه الكاراكتر الحقيقي او الطبيعي اللي بيتل عملنه زوفه بتخليه يتحط في مواقف تخليه يعمل اكشن غزبا عنه او الاكشن بيحصل حواليه بس هو ما هواش مجايفر ما هواش سوبر هيرو وفي نفس الوقت الورق في مواقف شوية يعني صعب ما حصلش عندنا قبل كده حدوتة مجنونة شوية فهي عايزة ممثل كوداته كمان عالية ما يبقاش مسلا فكهة انه هيعاف يجري ومش هيعاف يدي لك الاداء اللي انت محتاجه وفي نفس الوقت هو انا شايف ان هو راجل اخر تلات اربع سنين هو حاطت نفسه في البروجيك ممكن ما كانش متصدر الافيش يعني زي ما محاصل معنا بس هو اعتقد كان من ناس الكاتش يعني لو سألت اي حد في الشارع يعني توري هتلاقي عنده ارديته اكتر من اسامي ممكن تبقى بقى لها سنتين تلاتة متصدر الافيش كل ده كان بيبقى كلام فصلحك انك معاك واحد الناس شايف ان هو بتصدر الافيش لأول مرة بس انا شايف ان هو ارديته ممكن تبقى اكبر من ناس كتير موجودة بقى لها سنتين تلاتة واعتقد انه هيثبت الكلام ده السنادي وهيحط نفسه في فهم اسامي موجودة في السوق بسولة جدا يعني متعاشمين في ان احنا نقدر نعمل فكه جديد تبقى حاجة مختلفة عن السوق اعتقد معنا امين بوحافة ازا مزيكة اعتقد انها بقى اوتوب بوكس خالص لما بعت المزيكة بتاعتقد انه مش هيبقى شابه حد المصورة اللي معانا احنا معانا مصورة من سربيا فعمل لنا راح جديدة برضو سورته مختلفة ما بقولش انها احسن بس اعتقد ان احنا مختلفين واللي اختلاف ساعت يعني دايما بيبقى حلو انك على الاقل بتحس ان انت شايف حاجة مش شبه الناس فاعتقد ده اعتقد هيخلي الفيدباك علينا كويس اعتقد ده احنا عملنا من البروم وان احنا ما ما كناش محتاطين في هداية المنافسة الاول بس اعتقد بعد البرومات بتاعتنا ما نزلت بدأنا نبقى داخلين هداية المنافسة بشكل كويس وان شاء الله هنسبت ده اكتر في الاول خمسة ينفع مضم بيزن الله مشاهدي اراب وود مسلسل بعد البداية بيعرض يوميا على شاشة روتانا ما تنسوش تتابعوه واقعوا تفوته